أهلا بحضراتكم مرة تانية. أكيد النهاردة فيه أخبار كتير جدا كتبت على النادي الأهلي في الصفحات المختلفة على السوشل ميديا. فبالتالي خلينا نبتدي بتريند الأهلي وآخر الأخبار والتفاصيل. تعالوا نروح سريعا. نشوف إيه الدنيا ماشية إزاي. نبتدي بيه. يلا كورا راح ساوهم على تويتر. واللي قاله عودة كريم فؤاد. تشكيل أهلي متوقع لمبارات مصر المقصة. هنا بيتوقعه تشكيل النادي الأهلي. علي لطفي محمود من تولي رمي ربيع محمد عبد المنعم محمد أشرف كريم فؤاد أليو ديانج محمد فخري مكسوني أو زياد طارق وصلاح محسن وحسام حسن. نروح لخبر آخر برضو أعتقد في إطار الإحسائيات التي تتعلق بها هذه المباراة اليوم السابع. مشوار الأهلي من المقصة في كاس مصر قبل مواجهة الليلة. مشوار الفرئتين كان من خلال دور الاثنين وثلاثين الأهلي قابل مصر بالسلوم وفاز بنتيجة واحد سفر. وبعد كده مصر مقصة قبل بني عبيد وفاز بنتيجة اتنين سفر. نروح لخبر آخر في الجول وحسابهم على تويتر. بيقولك يكشف في الجول كواليس طلب الأهلي ضمن سلواتي بيرامدس. إبراهيم عادل وقسامة جلال ومحمد حمدي. طيب هنا هنقف شوي لأن طبعا متفاهم جدا جدا الاجتهادات والأخبار اللي بتطلع. وأكيد الثلاثة لعبين مميزين قوي. إبراهيم عادل لعب كويس قوي في الخط الأمامي. أسامة جلال كذلك في الخط الخلفي لعب كويس جدا. محمد حمدي كظاهير أيصر. ربما الأهلي يكون بيدور على ظاهير أيصر. لكن ربما ورده بعد تقلق محمد أشرف الدنيا تبقى فيها تفكير مختلف. لكن المؤكد يا جماعة أن الأمور لم تحسن بعد بخصوص إنهاء بعض الصفقات. هتقول لي إيه دا إحنا مش نشغلين وإحنا مش شايفين شغلنا كنادي ومش عارفين نجيب صفقات وكام من دا. لا مش معنا كلامي كده خالص. الناس شغلة الناس عارفة احتياجاتها كويس قوي وعارفة هتجيب مين كويس جدا. بس برضو الدورة لسه مخلصش. وترقبوا إعلان نادي الأهلي على صفقاته مع آخر أسبوع في شهر 8 تحديدا. مع آخر أسبوع في شهر 8. في خطوات بتاتخد. مش هأكد الأسماء دي. مش هأكد لكن أكيد هي أسماء مميزة جدا. ربما ربما يكون فيه مفاوضات أو هيكون فيه مفاوضات ما بين الأهلي والسلاسي دا. أو مع إدارة بيراملز أو مع أي إقدارة أخرى. لأن فيه أسماء تانية أكيد مطروحة على طاولة المسؤولين في النادي الأهلي. وبالتحديد بالتنصيق مع المدير الفني وعلى جنة التخطيط. وأيضا كابتل محمد الخطيب والكابتل حسام غالي في ظل تواجد شركة الأهلي لكرة القدم. وأنا أتمنى لهم التوفيق في حسم الصفقات. المهم إن شاء الله بإذن الله أنها تكون مؤثرة وإضافة ملحوظة للنادي الأهلي في الفترة اللي جال. إحنا دخلين على تحديات كبيرة جدا ومبارات بشكل مكسف يعني. هم هنا بيتكلم على بعض التفاصيل. مش هنخد في التفاصيل لكن في كل الأحوال خلينا نتراقب ونشوف. نروح للمصر الرياضي. هل أهلي أجل حسم خليفة علي معلول بعد تقلق محمد أشرف؟ لسا بقول لكم إيه؟ لسا كنت بقول الكلام ده بالضبط من دقيقة إيه؟ محمد أشرف بصراحة لعيد مبشر قوي. هل معنا كده الأهلي مش هجيب باكليفت؟ الله أعلم. ده بقى ليحكم في حاجة زي كده الجهاز الفني والناس المسؤولين على الكرة في النادي. فهيروحوا يقولوا إحنا عايزين مثلا نجيب واحد باكليفت تاني مع محمد أشرف مثلا والناس الموجودة فهيروحوا مكلفين أمير توفيق يروح يخلص. إنه هو مدير التعقد. مش محتاجين في ذل تقلق محمد أشرف. وتواجد يعني أهم اللاعب في قرية أفريقيا في المركز ده اللي هو علي معلول. وربما استمرار محمود وحيد وكلام من ده وفيه أي من أشرف في المناسبة بيجيد في المركز ده فدي رؤى ثنية تتعلق بالناس جهوان دي. لكن مؤكد إن أي حاج أو أي مركز للأهلي محتاجه ما تقلقش. الناس أكيد عارفين هيجيبه مين وبأنهي الشكل وبأنهي خطوات يعني. لكن موارد إن يتم تأجيل حس ملف الزهير الأيسر بعد تقلق محمد أشرف. خلينا نشوف لأنه إسا في بعض المبرات سواء في بطولة كاس مصر أو حتى في بطولة الدوري. طيب كرة بلس أفشا يستعد لجراحة الفطاق. وإحنا أو أنا كنت اتكلمت في الجزئية دي في مناسبة من المناسبات أول إمبارح بالتحديد. وقلت للناس آخر الأخبار تتعلق بأفشا في الحقيقة. الأسبوع اللي جاي حيعمل جراحة الفتاء في البطن وهي دي تاني مرة يعملها. المرة الأولى كانت في الجهة اليسرى من البطن. المرة دي حتكون في الجهة اليومية. وحتى الدكتور كان قايل له من ثلاث سنين تقريبا لما عمل الجراحة دي. قال له أنت بعد ثلاث سنين لازم هتعملها تاني. وبالمناسبة يا جماعة برضه عشان الناس تبقى عارفة الفترة اللي فاتت أفشا كان بيلعب. وهو متأثر دي الفتاء ده. مش بقول مبرر لا ده أفشا أفشا لعيب كبير. أفشا لعيب مميز جدا ومن الناس اللي عملوا مشوار محترم قوي قوي مع النادي الأهلي. لكن برضه أكيد ليه عامل من العوامل هذه الجزئية. فنتمنى له السلامة بإذن الله ويعود سريعا لأنه لعيب مهم. وهو كده كده فترة راحة سلبية بعد الأجازة اللي خدها هو وزملائه بعد ضغط المباراة الكبير. وهو قرار إدارة النادي الأهلي بالتنصيق مع الجاز فني. الواطن سبورت بتكلمه على كريم ندفد. وأنه بيرفض الأهلي ويتمسك بالاستمرار في فيوتشر. يعني بصوا أم بشوف أن ما أعتقدش خالص الخبر ده. ده لو الأهلي يعني عايزي رجع كريم ندفد. بس في كل الأحوال يا جماعة برضو المؤكد أن الأهلي بيحترم عقوده مع الأندية. عقد كريم ندفد عقد أعارة لفريق فيوتشر. كان موسم واحد وبعد كده امتد الموسمين. بعدما الأهلي رغب في استعادة محمد عبد المنعم في منتصف هذا الموسم. وكان شرط فيوتشر أن ندفد يكمل سنة كمان معنا. وتبقى الأعارة سنتين بدل سنة واحدة. فالأهلي وافق على الشرط ده. بالتالي الأهلي هيحترم العقود. لو رغب الأهلي حيتوصل. لو رغب الأهلي في عقد كريم ندفد حيتوصل مع إدارة فيوتشر. إدارة فيوتشر وافقت. أوكي ما وافقتش. ما فيش أي مشكلة خالص فالأمور بتمشي بالشكل ده. لكن حيتة كريم يكون رافض يرجع الأهلي. اللي يعني دي ما اعتقدش خالص يعني. أكيد ممكن يكون مبسوط في فيوتشر. بس مش معنا كده أنه هو مش عايز يرجع الأهلي لو الأهلي يحتاجه. لا طبعا ده كلام مش حقيق يطلاقا يعني. فدي كانت أخبار الأهلي في تريند الأهلي النهاردة. خلينا نروح لفاصل بعدين كاملين.